اهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في هذه التغطية الخاصة للزيارة التاريخية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيزة السعود يحفظه الله لدولة روسيا الاتحادية وذلك تلبية لدعوة من فخامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الزيارة طبعا تأتي تتويجا للعلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية وهذه العلاقة التي بدأت في الثلاثينيات من القرن الماضي حيث شهدت تطورا كبيرا في الوقت الحالي وهي أيضا حيث انطلقت بالأمس أعمال القمة السعودية الروسية في موسكو بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين والتي شهدت توقيع حزمة من الاتفاقيات والتعاونات الاقتصادية بين البلدين بمليارات الريالات ولمناقشة هذه الزيارة التاريخية يسرني أن أرحب بضيوفي الكرام هنا في الستوديو معي المستشار والباحث في العلاقات الدولية الأستاذ سالم اليامي أهلا وسهلا بك أستاذ سالم وأيضا معي قائد كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة سابقا اللواء الدكتور شامي بن محمد الظاهري أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا بك أستاذ وينضم معي من موسكو لاحقا الخبير بالشؤون الروسية أديب السيد وأيضا معي من باريس الباحث والأستاذ في العلاقات الدولية في جامعة باريس خطار أبو دياب إذن أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام أبدأ معك لواء سامي وأسألك عن هذه الزيارة التاريخية التي وصفتها يعني وصفت بأنها تاريخية زيارة خادم الحرمين الشريفين لروسيا كيف تصف هذه الزيارة في تعزيز مستوى التعاون يعني في العلاقات بين البلايدين من الناحية السياسية وأيضا من الناحية الاقتصادية أولا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ومن احتدى بهديه وسار على نهجه وخطاه أولا أشكرك أخي ياسر على دعوتي لهذه الحلقة الهامة هامة جدا كما أنها من أسعد الحلقات لي يعني شارك أخي وصديقي العزيز الدكتور سالم اليامي ويعني المناسبة جميلة جدا كما قلت بأنها يعني زيارة تاريخية كما وصفها يعني وزير الخارجية الروسي لفروف هي منعطف تاريخي وفعلا من خلال هذه الاتفاقيات التي حدثت والاستقبال الحافل أنا أعتقد أنها منعطف تاريخي منعطف تاريخي له فوائده على الشعبين وعلى الدولتين يعني من جميع الأوجه الأوجه السياسية وسنتكلم عنها والأوجه الاقتصادية والأوجه أيضا الاجتماعية هي زيارة بمعنى الكلمة التاريخية والحقيقة يعني لم كما يعني جاء في مندوبكم من موسكو يعني لم ترى موسكو احتفالات وتزيين واستقبال شعبي لقائد من خارج منطقة أوروبا وأمريكا مثل ما لقت هذه الزيارة ووضحت لنا لكن الأهم يعني مستوى العلاقات السياسية كما تعلم أخوي ياسر هم يستقبلوا رجل يعني تاريخي عاشا وترعرعا في بيت الزعامة أنت تعرف ماذا كان تأثير زيارة الرئيس الأمريكي ترامب للمملكة العربية السعودية قالها عدة مرات في عدة مناسبات خارج المملكة ليس مجاملة أنني قابلت رجل يعني قائد ملهم وقائد تاريخي وهذا القائد سيقود هذه البلاد من حسن إلى عصر وهذا فعلا فهم يستقبلوا ليس قائد عادي وليس يعني ملك عادي وإنما رجل له مكانته التاريخية له مكانته الاقتصادية له مكانته السياسية في المنطقة ولذلك الاحتفال كان فوق العادة على مستوى الحكومة ورأينا كيف استقبال الرئيس الروسي له في مقر الحكومة ورأينا الوزراء كيف يتدفقوا لاستقباله ورأينا الشعب بصفة عامة الروسية أنا لا أحب في البداية أن أخذ الوقت دعني أتيح الفرصة لأخي الدكتور سالم طيب إذن أتحول إلى الأستاذ سالم أستاذ سالم ما هو تأثير هذه الزيارة على مستوى العلاقات من الناحية السياسية ومن الناحية الاقتصادية ربما من الناحية الاقتصادية اتضحت في الاتفاقيات التي عقدت بينها وربما سنأتي للحديث عنها لكن من الناحية السياسية تعرف أوضاع المنطقة الإقليمية التواجد الروسي في سوريا في هذه المنطقة العربية كيف يمكن أن تساهم هذه الزيارة في توحيد وجهات النظر بسم الله الرحمن رحيم وحييك أخي ياسر وحيي أخي سعادة الدكتور شامي وحيي الزميل الضيف من باريس وحيي السيدات والسادة المشاهدين يعني في الحقيقة هذه زيارة تاريخية المعطى السياسي فيها في الحقيقة هو معطى يرقض أو يجري دعنا نقول وراء المعطى الاقتصادي المعطى الاقتصادي بدأ حقيقة قبل أن ننطلق الزيارة بالإعلان عن حزم حقيقة ضخمة وغير مسبوقة في تاريخ العلاقة بين روسيا الاتحادية والمملكة العربية السعودية هذا في الحقيقة ينعكس على المعطى السياسي وهو محور سؤالك المعطى السياسي متوقع له أولا دعنا نذكر السادة المشاهدين ونذكر أنفسنا بأن المعطى السياسي هو كان حقيقة مرة بمراحل له تاريخ العلاقات الروسية السعودية الروسية كانت في الأوضاع التقليدية للعلاقات وكانت هناك يعني التواصل السياسي كان عبر القنوات التقليدية ولعل القيادات الروسية ومنهم السيد لفروف تحدث حقيقة قبل فترة بعد زيارة سمو ولي العهد في العام 2015 والزيارة الأخيرة حقيقة معاني وزير الخارجية تحدث عن أن هناك نشاطا ملحوظا وتقدما في تنشيط القنوات الديبلوماسية بين البلدين اليوم في الحقيقة يعني كل هذا التنشيط وكل هذا الرضا تعكسه حقيقة جملة من المعطيات على مدى الأيام والساعات التي مرت والمؤمل في رأيي وربما هو ما سيعطي هذه الزيارة البعد التاريخي أو جزء من تاريخية هذه الزيارة ما سنشهده في القادم وسؤالك كان عن المعطى السياسي على بوأر الصراع الملتهبة هذه النقطة التي ينتظرها العالم وهذه النقطة التي في زعمي ذهبت القيادة السياسية السعودية ليس لحل مشكلاتها الثنائية أو لحل علاقاتها أو تعزيز علاقاتها الثنائية مع الجانب الروسي هي ذهبت في المقام الأول لهذا الغرض وهذا هو العلاقات الجانبية وهذا طبيعي في العلاقات الدولية ثم هناك الوضع الإقليمي المملكة ذهبت بملف اليمن ملف سوريا التدخلات الإيرانية استقرار المنطقة الإرهاب كل هذه قضايا تهم الإقليم وتهم العالم لذلك المعطى السياسي في رأيي سيكون له انعكاس ضخم وأن عدنا وأكدنا حقيقة وهذه أصبح ملموسا أن المعطى الاقتصادي ربما هو جوهر هذه الزيارة ولكن المتوقع في الحقيقة هو مجموعة من التأثيرات الإيجابية وربما الإيجابية جدا على كثير من الملفات كلمة خادم الحرمين الشريفين بالأمس حقيقة في اللقاء كانت دقيقة مختصرة مركزة وكانت مفتاحية لكل شيء كان هناك كلمات على العلاقات الثنائية وتعزيزها والرغبة الأكيدة وهذا يعني اتضح من حقيقة حميمية الكلمات ومن الدعوة التي قدمت للسيد بوتين لزيارة المملكة ومن الترحيب حقيقة الغير مسبوك نتحدث عنه أخي الدكتور شامي وأيضا من البعد السياسي للأزمة وتطابق وجهات النظر هناك تطابق وجهات النظر لا نقول اليوم هناك تطابق وأن بالأمس لم يكن هناك تطابق دائما كان لدى السياسيين القدرة على الحديث حتى وأن كان بينهم خلاف اليوم وجهات النظر الرؤى السعودية الروسية فيما يتعلق بمشاكل المنطقة وقدرة الجانبين على التأثير فيها هي في رأيي أكبر من أي وقت مضى لذلك وافقت القيادة السعودية على تنفيذ الزيارة في هذا الوقت وفيه اتفاق كبير في العديد من الملفات كما وصفت هذه النقطة التي تحدث عنها خادم الحرمين الشريفين نصر الله وهي بين قوسين تعزيز العلاقات العلاقات كانت موجودة ولكن ربما هي دون طموح المستوى الجانب الروسي ودون رضا الجانب السعودي اليوم حقيقة بهذه الحزمة من الاتفاقيات التي شملت حقيقة مختلف أوجه التعاون الممكنة بين بلدين في المنظومة الدولية يؤمل حقيقة أن يكون هناك أنعكسات إيجابية في رأيي تتجاوز الصداقة تحدث عنها خادم الحرمين الشريفين يعني كبلدين صديقين إلى ربما مرحلة أكثر تقدمة بين الجانبين طيب هذا الاتفاق في الرؤى بطبيعة الحال سينعكس على على العلاقات يعني تطور العلاقات بين السعودي وروسيا بطبيعة الحال سينعكس على منطقة الشرق الأوسط هذا السؤال الذي سأذهب به إلى ضيفي من باريس الأستاذ خطار أبو أديب وهو الأستاذ في العلاقات الدولية في جامعة في جامعة أو عفوا أذهب به إلى موسكو الخبير بالشؤون الروسية أديب السيد وأسألك يعني من وجهة نظرك يعني ما هي يعني الأبعاد أبعاد التطور في العلاقات السعودية الروسية وأيضا انعكاس على منطقة الشرق الأوسط وهذه المنطقة التي فيها العديد من الملفات الساخنة أولا اسمحني أن أحيي ضيوفك في الستوديو وكذلك ضيفك في باريس أهلا وسهلا وحقيقة إن هذه الزيارة التي وصفها رئيس بوتين بأنها حدث فاصل وحدث نوعي في علاقات البلدين هي كرست بعض المعادلات الهامة من وجهة نظري أول هذه المعادلات أنه مثلما لا يمكن معالجة أي مشكلة دولية ذات شأن بدون مشاركة روسيا فإنه لا يمكن معالجة أي مشكلة ذات شأن في الشرق الأوسط بدون مشاركة المنطقة العربية السعودية هذا الإدراك وهذا الفهم أدى إلى حدوث هذا التقارب النوعي بين موسكو والرياض فبالتالي العلاقات الآن التي تعززت بمجموعة من الاتفاقيات الانتصادية والتجارية وكذلك تعززت بالبعد السياسي للزيارة نفسها سوف تشهد مزيدا من التطور على كافة الأسعدة المعادلة الأخرى التي كرستها هذه الزيارة والتي كرستها أيضا كافة اللقاءات التي جرت في السابق بين كبار المسؤولين السعوديين والروس هي أنه لا يمكن ضمان الاستقرار في السوق النفط العالمي بدون التنسيق بين المملكة العربية السعودية وروسيا بصفتهم أكبر مصدري ومنتجي للنفط المملكة داخل منظمة الأوبك وروسيا خارج دول الأوبك ولكن أستاذ عديب إن بقينا في الملف السياسي هل تعتقد أن هذا التفاهم السعودي الروسي سيساهم بشكل فاعل في حل حالة القضايا في الشرق الأوسط تحديدا نعم هذا ما كنت أنا ماضي إليه بالحقيقة نعم لقد أظهرت المباحثات التي جرت أمس والتي وصفها الرئيس بوتين بأنها غنية المضمون ودقيقة التفاصيل أظهرت وجود تطابق حيال أغلبية القضايا في منطقة الشرق الأوسط ولعل القضية الأبرز هو إجماع موسكو والرياض على ضرورة إيجاد معالجات سياسية ودبلوماسية للنزاعات سواء في سوريا واليمن وليبيا وغيرها وكذلك تأكيدها على ضرورة ولوج كافة الأطراف المعنية بهذه النزاعات في حوار وطني من أجل بلورة حلول سياسية إذن المتوقع هو أن تساهم موسكو وأن تدفع بدعم كافة الجهود التي تقوم بها المملكة العربية السعودية من أجل تسوية النزاعات التي تعاني منها المنطقة المهم هو وجود تطابق المهم هو وجود تفاهم بين البلدين والأهم من ذلك هو تقليص هوة التباين في مواقفهما إزاء المعالجات السياسية لهذه النزاعات فبالتالي من المتوقع من الأنفذ صاعدا هو أن نرى مزيدا من التنصيق بين موسكو والرياض حيال هذه المعالجات السياسية وإذا استعنى اليوم بالتصريح الذي أدل به وزير الخارجية الروسي سيرجيب لفروف في أستنى كلا لمباحثاته مع نظيره الكازاخستاني فهو أشار إلى دعم كبير من قبل موسكو للجهود التي تبدلها المملكة العربية السعودية في سبيل جمع كلمة المعارضة السياسية وتشكيل وفد سياسي للمعارضة موحد من أجل الخلاط في محادثات مع الحكومة السورية في جينير وكذلك شاهدنا بالأمس أن خادم الحرمين الشرفين أكد على دعم الرياض للجهود التي تبدلها روسيا في أستنى وهي المنصة التي جمعت ممثلي الحكومة السورية والمعارضة السورية بما فيها الفصائل المسلحة تحت رعاية الدول الضامنة وبمشاركة المتحدة الأمريكية والأردن فهذا كله يعتبر الشراء على أن التقارب السياسي سيزداد عمقا نعم وسيكون له تأثير في الأيام المقبلة إن شاء الله ابقى معي أستاذ أديب السيد من موسكو أتحول لك دكتور شامي ربما لديك بعض الإضافة على المحور السياسي قبل أن أتحول إلى الحديث عن الاتفاقيات أنا أعتقد أولا يجب أن نعرف أن البلدين الحكومتين متشوقين للقاء هذا واحد يعني ليس طرف أنا أسميها في الناحية الإدارية وين وين كل الجانبين رابحين وكما تعلم الدعوة لخادم الحرمين الشريفين لها سنتين وتستحث روسيا بأن يأتي خادم الحرمين الشريفين من خلال الاتصالات فهي متشوقة للقاء لأن لمحها أخي الأستاذ سالم على كلمة خادم الحرمين الشريفين كلمة خادم الحرمين الشريفين لم يتكلم عن المشاكل التي تواجهها المملكة ولكن تكلم عن مشكلة فلسطين تكلم عن تدخل الغير محمود لإيران في داخل الدول العربية وهذه الحقيقة يعني بادرة من خادم الحرمين الشريفين ليكون قائد هذه الأمة وقائد هذا القائد الإسلامي تكلم عن الجارية الإسلامية في روسيا كما تعلم أخي ياسر ثلاثين مليون مسلم موجودين في روسيا وكلهم ينظروا للمملكة هي التي تساردهم لذلك كلمة خادم الحرمين الشريفين كما لمحها أخي سالم مختصرة لكن كل نقطة مؤكدة لذلك أنا أعتقد هذه الزيارة هذه الزيارة ستحلل كثير من المشاكل ربما أهم مشكلة هي المشكلة السورية لمح لها أخينا من موسكو روسيا تتداعى لتنتهي هذه المشكلة في سوريا لأنها تعاني بطبيعة الحال هي لا تريد أن تغرق مثل ما غرقت في أفغانستان في سوريا لذلك تبحث وتعرف لا يمكن أن تصد المشكلة في سوريا إلى حل سلمي إلا من خلال المملكة العربية السعودية كما قال باختصار الأخ بأن المعارضة هي تحاول المملكة أن توحدها لتكون صفا واحدا فبالتالي ستكون قوة تحتكم إلى العقل والهذه سواء في اجتماعات الأستانة كما قال أو في اجتماعات جنيف كأنك تلمح إلى أهمية دور المملكة العربية السعودية في حل الملف السوري هذا الذي سنتقل فيه مع الأستاذ سالم اليامي وأسألك إضافة إلى ذلك قدرة المملكة العربية السعودية في خلق توازن كنا نتحدث عن القمة التاريخية مع الرئيس ترامب ويمثل الغرب ثم الآن هذه القمة التاريخية مع الجانب الروسي قوة المملكة في خلق سياسة متوازنة يعني تستطيع من خلالها أن تكون حاضرة ومتواصلة مع كل القطبين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا يعني في الحقيقة المملكة العربية السعودية وصانع سياسة في المملكة ربما في الفترة الأخيرة يعني لديه تصور خاص هذا التصور الخاص انطلق حقيقة في هذه المناسبة بالذات من التصور العام لخادم الحرمين الشرفين صلى الله إلى قضايا الأمن في المنطقة وابتدأت القيادة السعودية حقيقة بأمن المنطقة من حل القضية المركزية قضية فلسطين حديث في كلمة خادم الحرمين الشرفين أيضا تحدث عن ضرورة استقرار الأمن والسلم الدوليين في منطقة الشرق الأوسط في المنطقة الخليجية تحديدا ثم انتقل نصره الله إلى القضية مهمة تهم كل المسلمين وهي قضية عالمية يتحرك لها كل المسلمين قضية الروهينغا هذا المعطى في الحقيقة وحديث خادم الحرمين الشرفين عنه كان للتقدم إلى الأمان بأنه لن يكون هناك أي تعاون اقتصادي أو رفاق اقتصادي أو استقرار أمن في المنطقة أو في العالم بدون حل هذه القضايا سؤال حضرتك يعني مركز وأنا أحيي هذه الأسئلة الذكية المملكة استطاعت حقيقة في الفترة الأخيرة أن تفهم كل شركاءها الدوليين أنها تعمل بما يمكن أن نسميه بالشراكة الدولية الشراكة في المنافع والشراكة أيضا في الأمن والسلم الدوليين لديها علاقات متميزة ومتوازنة حقيقة وهذا جزء من صناعة السياسة في المملكة العربية السعودية التوازن في العلاقات مع الجانب الأمريكي الجانب الأوروبي اليوم هناك عملية أخرى من مد الأذرع ومد الشراكات وشاهدنا في العوام الماضية يعني أذرع أخرى كانت مع الصين كانت مع اليابان المملكة تؤمن حقيقة أنها جزء يعني عليه دور في حل استكباب الأمن والسلم الدوليين وأيضا عليه دور في المشاركة في المنافع الدولية لعلها واحدة من إحدى المنافع التي تحدثوا عنها في هذه الزيارة يعني سواء الجانب السعودي والجانب الروسي وكان عليها تعويل كبير قضية النفط قضية استقرار أسواق النفط ليس لمصلحة المملكة أو روسيا لوحدهما هما قطمان فعلان داخل الأوبك وخارج الأوبك ولكن هذا الاستقرار سينعكس على التنمية الدولية بشكل عام لأن المبدأ السعودي في هذه النقطة تحديدا هو تحقيق المكاسب بقدر الإمكان وعدم الإضرار بالآخرين وهنا نقصد المستهلكين إذن صناعات السياسة السعودية تعتمد على التشاركية هذه التشاركية تكون مجموعة أذرع مع القوى الدولية بطريقة فيها كثير من التناغم كثير من تبادل المصالح كثير من خلق فرص استقرار وأمن في المحيط الدولي إذن اسمح لي أستاذ سالم أن أتحول إلى الملف الاقتصادي وهذا الملف المليء بالاتفاقيات وأيضا العديد من التفاهمات في الجانب الاقتصادي دعني أتحول إلى ضيفي من موسكو أديب السيد وأسألك أستاذ أديب روسيا يعني صاحبة المرتبة الثانية عشر في الجي دي بي أو الناتج المحلي الإجمالي وأيضا هي سادس قوة يعني سادسة عالميا في القوة الشرائية هذه الاتفاقيات الاقتصادية في مجال النفط في المجال الفضاء في مجال الاتصالات يعني العديد من الاتفاقيات ماذا يمكن أن تستفيد منها روسيا ما هي الفائدة الروسية وسأتحدث عن الفائدة الفائدة السعودية مع ضيوفي هنا في الاستوديو هل تسمعني أستاذ أديب أستاذ أديب أعيد لك السؤال روسيا يبدو أن لدي خلل حتى يصلح هذا الخلل أعود لكم ضيوفي واللواء الدكتور شامي الظاهري أسألك عن الفوائد الاقتصادية للمملكة العربية السعودية والاتفاقيات من الناحية يعني العقود التوريد في العقود في الأنظمة العسكرية وروسيا صاحبت خبرة ربما لا تصل للخبرة الأمريكية ولكنها أيضا لا يستهان بها في الجانب العسكري أشكرك على هذا السؤال هذا سؤال هام وجميع الجوانب السياسية ترتبط بهذا السؤال الجوانب الاقتصادية الجانب الاقتصادي في هذه الزيارة كبير جدا وذلك يتضح من خلال الاتفاقيات التي حدثت في هذه الزيارة الأخوي ياسر كثير من الزيارات تكون زيارات عبارة عن زيارات إعلامية يجلسوا مع بعض وكل واحد يقول السلام عليكم هذا في داخل الزيارات توقيع اتفاقيات ببلايين الريالات والدولارات مثلا على سبيل المفتد وفد رسمي وزراء ذاهبين خادم الحرمين ألف الوفد الرسمي مع خادم الحرمين الشريفين ألف شخص بينهم رجال أعضاء من العائلة المالكة ورسبة كبيرة من الرجال الدولة ورسبة كبيرة من رجال الأعمال هنا يتضح أهمية الاقتصادية لهذه الزيارة هناك اتفاقيات على مستوى الإسكان على مستوى البترول والغاز على مستوى الاستخدامات السلمية للذرة بالنسبة للمواصلات السكة الحديد بالنسبة للزراعة وسأتكلم بالتفصيل في سؤال خاص عن الاتفاقيات العسكرية اتفاقيات عسكرية غير مسبوقة تقدمها روسيا للمملكة العربية السعودية لكن قبل فقط أبغى إذا سألتني على اليوم الذي حدث في الاستثمار ما هو عنوانه كما جاء في هذه investment for strong participation تكلم عن المشاركة الinvestment والاستثمار هو لزيادة المشاركات بين الشعب بين الحكومة بين رجال الأعمال وبلايين البلايين التي وقعت في هذا الاتفاقية اسمح لي قبل أن تقل إلى ضيفي الأستاذ سالم اسمح لي أسألك عن مذكرة التفاهم توقيع مذكرة التفاهم في نقل وتوطين التقنية بين الشركة السعودية للصناعات العسكرية وشركة روس أباون سبورت هذه الاتفاقية في الجانب العسكري لا سيما لو عدنا للاتفاقية مع الولايات المتحدة الأمريكية في القمة التاريخية أيضا كانت تشترط اشترطت المملكة أن يتم تصنيع بعض هذه المعدات العسكرية داخل المملكة شركة الآن أيضا ربما في هذه في مذكرة التفاهم حديث عن هذا الموضوع كيف سيثري الصناع العسكرية داخل المملكة الأخ سالم قال كلمة محورية جميلة جدا أن هذه الاتفاقيات مع روسيا لن تؤثر على اتفاقيات كثير من الأعداء الآن يقول ستؤثر على العلاقات بين المملكة العربية السعودية وأمريكا لأن تقريبا أخ سالم أخ ياسر معظم تسليحنا معظم تدريبنا أمريكي ما في شك يعني هذا ليس يعني بأتباره هو يعني الأحدث لكن المملكة العربية السعودية متوازنة في علاقاتها وتنفذ من خلال هذا التوازن لمصرحة البلاد لكن الآن سألتني على سؤال هام وهو الاتفاقيات التي حدثت بالجانب العسكري لأول مرة لأول مرة في تاريخ روسيا توافق على نقل وتوطين الاس اس أربعمية ونقلها وبيعها للمملكة العربية السعودية ولم يسبقها في هذا الجانب إلا الهند والصين وتركيا نحن الآن مصر إلى الآن تناقش نحن الآن سنأخذ الأسلحة ولكن في إضافة جميلة جدا وهو توطين يعني في الاتفاقية بعض هذه الصواريخ ستصنع في داخل المملكة لتوطين هذه الصناعة كما ستوضع في داخل المملكة مصانع لقطع الغيار روسيا جميع اتفاقياتها بالنسبة لصواريخ الاس اس 400 الروس هم الذين يقوموا بتشغيل هذه الصواريخ لا تسمح لدولة أخرى تتطول على هذه هذا الجانب بالنسبة لل اس اس 400 إذن نقل توطين تسليح قطع الغيار في داخل المملكة صواريخ مضادة للدبابات لأول مرة تبيعها يعني هي تقريبا أقل قوة من التول الموجودة في المملكة العربية السعودية الأمريكية ولكن أيضا لا استخدامات معينة قوية جدا لأن الدبابات الدبابات الروسية قوية التصنيع والقوة لذلك تحتاج إلى صواريخ قوية تنفذ إلى داخل هذه صواريخ أيضا راجمات أرغام يعني أربعة اتفاقيات وقعتها بالجانب العسكري مع الشركة السعودية للتصريع وهذه أول مرة في تاريخ الاتفاقية الروسية جيد اسمح لي أن تقل للأستاذ سالم اليامي وأسألك أستاذ سالم عندما نفتح ملف النفط وملف الغاز تحديدا وهذا يعني الروس لهم القدح المعلق في مسألة الغاز والمملكة العربية السعودية لديها يعني مخزون من الغاز هذه الاتفاقيات كيف ستؤثر على الاقتصاد داخل المملكة العربية السعودية على فرص الاستثمار نتحدث عن الناتج الإجمالي باعتبار فتح فرص عمل داخل المملكة العربية السعودية أو توطين هذه السياسات لسيما ونحن نتحدث عن رؤية 2030 في المملكة العربية السعودية وعدم الاعتماد على النفط كمصدر للدخل في المملكة حقيقة يعني جزء من عملية الاتفاقات في هذا المحور بالذات في تقديري هو ينصر في جزء منه إلى الداخل الروسي والسعودي ويعني عكس والرؤية حقيقة وإن كانت تعول على الجوانب الغير نفطية أو الاعتماد على غير النفط فلكنه سيبقى النفط إحدى المحركات حقيقة للرؤية وليجذب كثير من الوظائف في الداخل السعودي وفي الاستثمار وفي التنمية أنا أعتقد أن المشكلة الأكبر هي مشكلة عالمية قضية النفط وقضية الغاز هي مشكلة دولية ويعني العلاقات السعودية الروسية من خلال هذا المحمر محور النفط في رأيي أنا أعتقد أنهم يرسلون الجانبين السعودي والروسي أنهما يرسلان رسالة يعني تتجاوز الطرفين هي تحقق بكل تأكيد مصالح المملكة ومصالح الجانب الروسي ولكنها أيضا تذهب إلى جزئين الجزء الأول يخدم الأمن والسلم والاستقرار الدولي وهذا مهم حقيقة لأنه بدون وجود هذا السلم والاستقرار الدولي لن يكون هناك تنمية في الأساس الشيء الآخر ينمو الاقتصاد العالمي الاقتصاد العالمي من 2008 هو يوم في مراحل تباطئ وجزء رئيس ومحرك رئيس في هذا التباطئ هو قضية الطاقة المملكة وروسيا الاتحادية لديهما قدرة هناك توافق في الإرادات السياسية الاقتصادية تعزيز العلاقات إلى خدمة العالم وهذا يعني سينعكس على العلاقات البلدين مع أطراف دولية أخرى وهذا بعد أنا استراتيجي أعتقد أن المملكة وروسيا تضع يدها بيدي كل منهم الأخرى لتفعيل هذا الملف ولتعزيز دورهم الاستراتيجي حقيقة في المنطقة وفي العالم طيب إذا سألتك عن النفط وروسيا تحديدا والمملكة العربية السعودية يعني كان كان الاتفاق يعني في الفترة السابقة كان له دور في استقرار أسعار النفط وأيضا يعني 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 خروج أسواق النفط عن التغيرات الكبيرة والتأثيرات الكبيرة عدنا الآن هذا التوافق وهذه الاتفاقيات كيف يمكن أن تساهم في استقرار أسعار النفط واستدامة النفط وتدفقه في العالم ووجوده وبالتالي نخرج من مسألة التذبذبات الغير منطقية نحن نعرف دائما أن أسواق النفط وأهمية الطاقة للعالم هي إحدى المعضلات الاقتصادية الدولية كل الدول تسعى إلى استقرار هذا صحيح وهي تؤثر حقيقة على الأسواق في الولايات المتحدة الأمريكية في أوروبا في اليابان في الصين في الهند وهذه الأسواق حقيقة التي تمتص جزء كبير من يعني المدخرات النفط العالمية الفكرة التي تقودها المملكة العربية السعودية وهي فكرة قديمة حقيقة في صناعة سياسة النفط في المملكة العربية السعودية هي محاولة التوازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين اليوم الجانب الروسي حقيقة يرى أن هناك مصلحة في تأكيد هذه النظرة ولعل يعني يعني أتقدم إلى المم وقول أن هذه رؤية سعودية خالصة لأن هذا حقيقة يحل كثير من المشاكل التي تعاني منها روسيا لأننا عرف أن روسيا لديها مشاكل في محيطها الإقليمي والجغرافي ولديها مشاكل مع الدول الكبرى في هذا المجال كوريا لديها أيضا مشاكل اليابال لديها مشاكل الصين يعني العنصر الاقتصادي المقبل كل هذه الدول إذا لم يكن هناك تأمين واستقرار في سوق الطاقة العالمي سيكون المستقبل يعني فيه درجات احتمال عالية لحدوث توترات اقتصادية وسياسية وعسكرية هذه الرؤية السعودية الروسية في تقديره تضع رؤية إلى الأمام تخلق حالة من الثبات حالة من الاستقرار مما يؤدي إلى نمو الاقتصاد العالمي هي رؤية حقيقة يعني طموحة ورؤية ربما البعض يعني ربما يشكك فيها ولكن أنا في اعتقادي أن الإرادة السعودية الروسية يعني لم تكن مدفوعة في المقام الأول هي مدفوعة في المقام الأول بطموحاتهما في المجال الأول ولتحقيق مصالحهم والشخصية وإذا كانت هذه المصالح لا تتعارض مع مصالح المجموع الدولي فهو شيء مرحب به بس ما تتفق معي أستاذ سالم أن هذه الاتفاقيات لم تكن مجرد يعني مذكرات تعاون أو حتى اتفاقيات بل أيضا كانت خارطة طريق فيها معالم واضحة ما هي الخطوة يعني الخطوة الحالية ثم الخطوة الأخرى في زيارة سمولي العهد حفظه الله لروسيا في نهاية 2015 كان هناك مجموعة من الاتفاقيات وكثير حقيقة من أحاديث المسؤولين الروس حتى الإعلام الروسي والصحافة الروسية كانوا يعني يتحدثون بطريقة أو بأخرى في مقالات الرأي ربما أو في بعض الصحافة حول متى ستفعل هذه الاتفاقيات اليوم حقيقة هذه الزيارة هي زيارة التفعيل هذا رقم واحد الشيء الآخر مذكرة التفاهم التي وقعت وهناك ربما مجموعة مذكرة التفاهم الرسمية ربما بين الجوانب الرسمية كدول ثم بين القطاعات الخاصة الغرف التجارية رجال الأعمال المجالس الاقتصادية المشتركة هذه في تقديري يعني كأن البلدين يصنعان نهرا للتعاون هذا النهر ممكن أن تجري فيه تشكيلة من المراكب ومن السفن كل بقدرته كل بطاقته كل باحتياج الجانبين وهذه حقيقة يعني فرصة يعني غير مسبوقة بالجانبين للتعاون في هذا المجال لأن الاتفاقيات المذكرات التفاهم هي تضع الأرضيات دائما في العلاقات الدولية تضع الأرضيات ومن بعد ذلك تترك العملية وهذا حقيقة ينبئ من كثرة هذه الاتفاقيات ينبئ أن هناك نظرة مستقبلية للعمل يعني ولعل في كلمة خدم الحرمين الشريفين نصره الله عندما تحدث وقدم الدعوة للرئيس الروسي وكان هناك إشارة بعد الدعوة وهو الاستكمال الاستكمال ما وقعنا عليه في المستقبل النظرة مستقبلية واضحة في أهداف وفي رؤية البلدين أنا برجع ضيوف الكرام للحديث معكم حول يعني مذكرات التفاهم والاتفاقيات بين صندوق الاستثمارات السعودي وأيضا صندوق الاستثمارات الروسي بس اسمحوا لي يتحول إلى ضيفي من موسكو أديب السيد وأسألك أستاذ أديب روسيا نعرف أنها تحتل المرتبة يعني الثانية عشر من ناحية الناتج المحلي الإجمالي يعني هي بلد ثقيل جدا من ناحية الاقتصادية وأيضا تحتل المرتبة السادسة عالميا في القوة الشرائية نحن تحدثنا عن انعكاسات هذه الاتفاقيات على الاقتصاد في الداخل السعودي ماذا عن قدع الاتصال للأسف ماذا عن روسيا يبدو أن يبدو أن مشكلة الصوت ما زالت مع ضيفي من روسيا هل جاهز يا أعود لضيوفي حتى نصلح هذا الخلل إن شاء الله لاتفاقية الاتصالات وتقنية المعلومات أنها تساهم في حل هذه المشكلة هذه تذكرني أخ ياسر في المقابلة التي حدثت في المناظرة الأخيرة بين ترامب أثناء هذه برضو طفت البقرفونات فقال نجاح في الإنجليزي نجاح للمقابلة وفشل في التقنية الأمريكية يبدو أن يبدو النظيفي أصبح جاهزا لعلي أحاول مرة أخرى أسألك أستاذ أديب السيد وأنت الخبير بالشؤون الروسية أسألك عن يعني ما تحتله روسيا للتحادية من هذه القوة الاقتصادية صنفت أنها الثانية يعني تحتل المرتبة الثانية عشر من ناحية الجي دي بي وأيضا من القوة الشرائية هي في المرتبة السادسة تحدثت مع ضيوفي الكرام عن تأثير هذه الاتفاقيات الاقتصادية وأيضا السياسية على المستوى الاقتصادي وفي الداخل السعودي أسألك عن تأثيرها على الجانب الروسي وهو أيضا يعني من الأسماء الثقيلة في مسألة يعني الغاز وأيضا البترول وفيه اتفاق الآن يعني شبه يعني سيساهم هذا الاتفاق في استقرار أسعار البترول خلال الفترة المقبلة نعم حقيقة لا يخفى أن الجانب الروسي أبدأ اهتماما كبيرا بزيارة خادم الحرمين الشريفين وطال انتظاره لهذه الزيارة وتم الإعداد لها مطولا عبر المشاورات وعبر اللقاءات التي تحدث عنها ضيوفك في الاستوديو فبالتالي هدى كرهان في روسيا على تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع المملكة العربية السعودية لما له من فائدة تعود على كلا البلدين ونحن نعلم جيدا أن روسيا عانت بسبب العقوبات التي فرضت عليها من جانب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وهذا أدى إلى حدوث انكماش في الإداءة الاقتصادي الروسي وإلى تراجع في معدلات النمو خلال الأعواب الماضية ولكن وبناء على ما قاله الكثير من المسؤولين الروس أن الاقتصاد في روسيا بدأ يستعيد عافيته وهناك معدلات جديدة سواء في تقليص المطالة أو في زيادة النمو وهذه كلها تعطي مؤشرات جيدة على أن الاتفاقيات التي وقعت مع المملكة العربية السعودية سيكون لها صدى كبير حتى داخل روسيا وعلى سعيد النداء الاقتصادي الروسي ودعني فقط أقول أن صندوق الاستثمار الذي وقع عليه ما بين صندوق الاستثمارات الروسية المباشر وبين صندوق الاستثمارات السياد في المملكة العربية السعودية هو بمبلغ عشر مليارات دولار هذه الاتفاقيات كانت قائمة وتم حتى الآن استثمار مليار دولار كامل في تنفيذ مشاريع مشتركة وهناك توجه إلى زيادة هذه النسبة لكي تصل إلى ثلث مليارات إضافة إلى الاتفاقيات التي وقعت أمس وهي أيضا بمليارات الدولارات وهذا وهذا كله سيعود بالفائدة على الاقتصاد الروسي مثلما يعود بالفائدة على الاقتصاد في المملكة العربية السعودية ولكن دعني أتوقف قليلا على الاتفاقية الهمة جدا التي يسمى بإعلان التعاود وهذه الاتفاقية التي توقعت بين الدول الأعضاء في منظمة أوبك والتي تعتبر المملكة أبرزها وبين روسيا من خارج منظمة أوبك هذه الاتفاقية والالتزام غير المسبوك بها الذي بلغ 116 بالمئة أدى إلى نتائج مهمة أدى إلى ضمان أسعار النفط في الأسواق العالمية نعم إذن ابقى معي أستاذ أديب السيد من موسكو أتحول إلى ضيفي اللواء الدكتور شامي الظاهري وأسألك أيضا في المحور الاقتصادي عن هذه الاتفاقيات اتفاقية مذكرة تفاهم عن صندوق الاستثمارات المباشر الروسي وسايبر الروسي لتقديم فرص التعاون في قطاع قبل أن أخرج من موضوع البترول والغاز سياسة المملكة العربية السعودية قديمة ليست السياسة والاستراتيجية بحيث أنها لا تكون الأسعار مبالغة فيها بحيث أنها تؤثر على الاقتصاد وعلى مستوى المعيشة في العالم لذلك لا تلعب المملكة العربية السعودية في كمية البترول المنتجة روسيا كانت تسعى لأن تنخفض الكمية ليرتفع السعر لأنها متأثرة جدا بسعر البترول ولذلك الأمير محمد بن سلمان حين زار ثلاثة مرات روسيا كان النقاش يدور حول خفض الانتاج خفض الانتاج في المملكة ليرتفع سعر ووافقت المملكة واصبح الاتفاق جميل جدا بحيث المملكة تحافظ على توازن السوق البترولي العالمي ليس المملكة أو روسيا وفعلا هذه كانت محببة ومشكورة من جميع دول العالم ووافقت أيضا لطلب روسيا لذلك أنا كنت أقول لك أن هذه الزيارة بطرفين كل واحد يعتمد على الآخر هم يعتمد علينا في أشياء معينة وحن نعتمد أيضا لتوطين والسجلاب التقنية العالية التي توفر فيها الهدي لكن سألتني سؤال مهم جدا عن الصندوق الاستثمارات الاستثمارات المباشر الروسي وذكرة اتفاهم فيما يتعلق بالبتروكيمويات عشر بليون سيد ياسر قليلة جدا كلهم انتقدوه ويتوقع خلال السنتين الثلاثة القادمة سيتضاعف هذا الصندوق إلى أضعاف ليس يدبل وإنما يضاعف على هذه لكن أيضا بالنسبة البتروكيمويات لأنه ذهب هناك إلى موسكو جميع معظم الشركات الكبيرة في المملكة العربية السعودية وعملوا وش اسمه اكزيبيشن عملوا معرض للصناعات منتدى الأعمال السعودي الروسي أنت تتحدث عن منتدى الأعمال السعودي الروسي لا أنا أتكلم عن المعرض المعرض لتعليم الشركات الروسية ما هي قدرات المملكة اليوم الصناعية الزراعية الاستثمار الآن التعاون سيكون متكاملا ليس يعني نفس الصناعة نعيدها مرة ثانية وإنما أين تقف المملكة وخصوصا في التقنية العالية ستبدأ العلاقات والصناعات يعني على مستوى كما تفضلت في المقدمة على مستوى الفضاء على مستوى التقنية العالية بالنسبة للنواحي الذرية للصناعات العسكرية كلها مستويات عالية فوق ما هي موجودة اليوم في المملكة العربية السعودية وهذا سيفتح أولا فرصة أخ ياسر للصناعات الصغيرة والمتوسطة لا سيما وحنا مقبلين على أن المرأة ستلعب دور كبير جدا لأن المرأة لديها توفير كثير في البنوك ستستثمرها في الصناعات الصغيرة والمتوسطة متوسطة تقصد أن سيكون لها تأثير مباشر على الاقتصاد أنا بس أقولك على العمالة أن العمالة مثلا في أمريكا في أمريكا ستة أعمال خمسة أعمال من ستة الأعمال الرئيسية هي في القطاع الخاص ليس في قطاع الحكومة فكلما انتعش القطاع الخاص كلما انتعشت وجدت العمل وجدت الربحية وجدت وأنتجت الأعمال المتوسطة والصغيرة اسمح لي أستاذ سالم قبل أن أختم إذا كان فيه إضافة تفضل يعني أنا أود أن نضيف جزئية صغيرة لاحظتها حقيقة في الإعلام الروسي قبل انطلاق الزيارة وهو التساؤل الروسي عن المحتوى الثقافي في العلاقات السعودية الروسية ويبدو أن هذه الزيارة صممت بعناية وعناية فائقة من الجانبين السعودي والروسي وربما تعكس الأيام القادمة التفعيل ما يمكن أن نسميه بالدبلوماسية الشعبية ولكن أيضا بقيت هناك أسئلة لدى الإعلام الروسي أو من تحدثوا في الفترة الماضية استعدادا للزيارة مثل مثلا مستقبل السياحة بين البلدين وتطلع الإنسان الروسي للتفاعل وجود يعني منصات ثقافية سعودية دائمة حقيقة التواصل مع الإنسان الروسي لتغيير كثير من الصور النمطية لأن الجانب الروسي على المستوى الثقافي والبشري يعني لديه صور ربما لم تكن ليست جميلة بالقدر الكافي أو ليست حقيقية لنقول عن المملكة وإنسانها وثقافتها وهي ربما مأخوذة من هنا وهناك تصف بعض السعوديين ببعض الصفات الغير حميدة ولكن بعد أن رأوا حقيقة المعرض الثقافي المصاحب للزيارة وبعد أن رأوا جزء من تراث المملكة العربية السعودية من صناعتها من عمل الإنسان فيها خاصة العمل الأبداعي والفني كانت هذه في رأيي التساؤلات حقيقة التي ربما تطرح للمرحلة الجاء القادمة يعني كيف ستكون عليه العلاقات منصة جديدة للتواصل مع الإنسان الروسي مستقبل طيران أيضا طرح فيك أكثر من لقاء أن ليس هناك رحلات مباشرة من موسكو طبعا هناك محتوى الحج وهناك يعني عشرات الألاف يأتون كل سنة وهم يعكسون صورة على المملكة ولكن أيضا هناك قطعات أخرى متعطشة ومتشوقة للتواصل مع جانب السعودي على المستوى الثقافي والبشر والإنساني يعطيكم العافية ضيوفي الكرام شكرا جزيلا لكم شكرا لضيفي اللواء الدكتور شامي الظاهري قائد كلية القيادة والأركال القوات المسلحة سابقا وأيضا ضيفي في الأستيديو الأستاذ سالم ليامي المستشار والباحث في العلاقات الدولية شكرا جزيلا لك وأيضا ضيفي من موسكو الخبير بالشؤون الروسية أديب السيد والشكر موصول لكم أنتم أيها السادة المشاهدين على طيب المتابع على أمل نلقاكم في حلقات مقبلة وتغطيات مقبلة أيضا عن نشاطات وجهود المملكة العربية السعودية حول العامل تقبلوا تحياتي وفريق إعداد هذه الحلقة ومخرج البرنامج وهذا ياسر الزهران ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة